على مدمرات الموهبة لدى الطفل التي يجب أن نتجنبها خلال تربيتنا لهم الضرب على الوجه يقتل 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ المسح على الرأس يخلق خلايا دماغية جديدة الألعاب الإلكترونية تقتل الذكاء الاجتماعي والذكاء اللغوي تسبب نزيف الدماغ لشدة التركيز تستهلك خلايا الدماغ قبل أوانها وعندما يكبر يفتقد بعض المهارات 3- السخرية من الأم أمام ابنها تجعل الطفل يركن للانطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم لأن الطفل يستمد الموهبة من أمه حسب آخر الدراسات 4- السخرية من أفكار الطفل والتعليق غير التربوي على ما يقدمه من إنتاج وتقدم وبذلك تصبح الدافعية له متدنية 5- قفل باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات والتقاليد الخاطئة وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والاجتماعي لديه تهميش الأطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلا 6- الإقلال من شرب الماء بالذات أثناء التعليم فالدماغ يتكون من 85% من الماء لذلك يجب شرب كوب من الماء كل 45 دقيقة إذا لم يشرب الطفل يصدر الجسم حركات لا إرادية قحة، عطس، يحرك الكرسي، يسحب الطاولة، يظهر للمربي أنه يفتعل الإزعاج 7- عدم تناول وجبة الإفطار الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم هذا يؤدي إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ مما يسبب حلالها أيضا يجب الحذر من تناول الوجبات السريعة 8- التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب يجب أن نلاحظ ميول الطالب العلمي ولا نفرض عليه مجالا معينا من العلوم 9- عدم تمكين الأطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم في الأنشطة التعليمية فالكتابة على الجدران سببها عدم التمكن من الكتابة الحرة في السنين الأولى 10- إلزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الابتدائية فتكبير الخط يرمز للثقة بالنفس والأمان إذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين نتمنى لكم أعزائنا الكرام تجربة مميزة في تطبيق ما ذكر في هذا الفيديو مع أطفالكم ترجمة نانسي قنقر